يجب اعتقاد أن إبليس لم يكن ملكا من الملائكة بل هو أبو الجن وقد جاءت الآيات صريحة في بيان أن إبليس اعترض على الله فكفر به كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وأما الملائكة فلا يعصون الله طرفة عين بل هم كما قال الله فيهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فلو كان إبليس ملكا لكان كل ما يعمله بأمر من الله عز وجل ولكان اعتراضه على الله من جملة ما أمره الله به وذلك باطل فإن الله تعالى لا يأمر بالكفر والفسوق والعسيان قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة خلقوا من نور وإبليس خلق من نار فهو نوع آخر مختلف فظهر من ذلك يا أحبابنا أنه لا يجوز أن يكون إبليس من الملائكة بل هو أكثر خلق الله وأشدهم عذابا في الآخرة وهو من الجن وأشمل إيج Nanak تعالى السبعة فلا كيف